اليوم العالمي للسياحة ينطلق تحت شعار سياحة وسلام ليعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز التفاهم والتعاوش السلمي بين ثقفات تشمل احتفالات اليوم العالمي للسياحة أيضا الأفراد والمجتمعات المحلية حيث يتيح هذا اليوم للجميع فرصة الانخراط في الفعاليات والمبادرات التي تقوي من دور السياحة وتدعمها في عالم يتداخل فيه نسيج الثقافات وتتقاطع فيه مسارات الشعوب تبرز السياحة كقوة ملهمة تحيي الحوارات وتعزز روح التفاهم إنها ليست مجرد رحلات بل هي تجارب غنية تعكس قيم الإنسانية ولهذا نحتفل باليوم العالمي للسياحة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام لنفتح أبواب النقاش حول دور السياحة في بناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة وفي كل عام يتم اختيار شعار خاص وفي عام 2024 سيكون الشعار سياحة وسلام ليعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين الثقافات وفي مصر حققت صناعة السياحة نتائج إيابية خلال الفترة الماضية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30% وقد جاءت المحاول الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها ولا تقتصر أهمية اليوم العالمي للسياحة على الحكومات والمؤسسات بل تشمل الأفراد والمجتمعات المحلية حيث يتيح هذا اليوم للجميع فرصة الانخراط في الفعاليات والمبادرات التي تقوي من دور السياحة وتدعمها